لبنان على طريق نادي الدول النفطية واقعون بانتظار تأكيد من شركات استكشاف النفط شركة توتال وشركاتها إيني وقطر للطاقة أعلنت رسميا إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 9 مشيرة إلى أن البئر الاستكشافية ستسمح بتقييم الموارد والإمكانات الإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة هل انطلاق أعمال استكشاف النفط في لبنان تشكل مدخلا لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية الكبيرة وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في ظل الحديث عن مسار طويل قبل بدء استخراج النفط ويأي تأثير للخلافات السياسية والتوترات الأمنية في البلاد على هذا الملف للنقاش ينضم إلينا من بيروت الأكاديمي والمختص في شؤون الطاقة تربلسكاف أهلا بك أستاذ شربل إلى غرفة الأخبار هل انطلاق أعمال استكشاف النفط في لبنان تشكل بالفعل مدخلا لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية الكبيرة أم هناك مبالغة حول الأمر مما لا شك في أن هناك مبالغة حول هذا الأمر لأن أسباب الأزمة المالية الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان هي تعود إلى سوء الإدارة المالية وسوء تنظيم الكطاع العام بالإضافة إلى الفساد والسرقات والهدر مما يعني أن لابد من إجراء إصلاحات بنيوية على مستوى مالية الدولة والقطاع العام تكون مفصولة تماما عن الموارد الطبيعية المحتملة التي ممكن أن تعود بالفائدة على المدى المتوسط والبعيد على الدولة اللبنانية لكن يعي الغالبية أن الأمور ليست كون في أكون لكن خصوصا مع الطبيعة والتحديات الكثيرة في لبنان مع طبعا مسألة تقنيات استخراج النفط والغاز سيحتاج لبنان إلى ليال كثيرة وأيام طويلة حتى بالفعل يستفيد من هذه الموارد كيف تنظر لهذا التحدي أصلا بدون العقبات السياسية في الداخل اللبناني يعني من المعلوم أن بعد بدء الحفر المتوقع في الأيام القليلة المقبلة توتال تحتاج إلى فترة تمتد إلى حوالي شهرين أو شهرين ونصف لكي تكتشف إذا كان ما هناك غاز بكميات تجارية في البئر الأول في البلوكرا أم تسع أم لا في حال وجدت توتال غاز بكميات تجارية الأمر طبعا سيكون له مردود إيجابي من الناحية المعنوية على لبنان بمعنى الاكتشاف أي غاز طبيعي في لبنان طبعا سيحسن التصريف السيادي للبلد أيضا سيشجع الشركات العالمية على التقدم من دورة الترخيص الثانية نحن نعلم أن توتال وإني وقطر للطاقة هي التي التزمت البلوك أربعة وتسعة إنما هناك أيضا سمانية بلوكات أخرى في البحر اللبناني هي أيضا ضمن دورة الترخيص الثانية وسالثا قد تعيد بعض الثقة المفقودة إلى الاستثمارات فيما خاصة الاقتصاد اللبناني إنما لن يكون هناك مردود سريع أو مردود مالي سريع يدخل إلى صندوق السيادي المزمع إنشائي في لبنان لأنه نحن نعلم أن لكي يبدأ لبنان الاستفادة من مردود البئر الأول لبنان بحاجة إلى معدل وسطي إلى خمس سنوات أقل لكن حتى هذا الجانب المعنوي هناك من ينظر إلى أن الاستعجال في الترسيم والتنقيب هناك مسعى سياسي المراد منه تحقيق سبق سياسي فارغ صح التعبير لن يكون له أثر اقتصادي فعلي الجانب المعنوي ليس مهما اللبنانيون يحتاجون فعلا إلى تغير في الجانب الاقتصادي قبل السياسي حتى يعني أعيد وأكرر أن الحل الجزي للاقتصاد اللبناني هو القيام بإصلاحات جزرية على مستوى المالية العامة على مستوى الموازنة العامة على مستوى الميزان العجز التجاري إلى أخيره وطبعا اجتساس الفساد نحن نعرف أن أحد الأسباب الأساسية هي هدر مليارات الدولارات على قطاعات غير منتجة وأدت إلى ما أدت إليه هذا من ناحية أخرى يعني مما لا شك فيه أن أي إعلان عن اكتشاف غاز سيكون له مردود إيجابي إنما لن يتترجم عمليا إلى واقع فإذا المطلوب اليوم من الطبقة السياسية اللبنانية أن تبادر فورا إلى إصلاحات جزرية وبنيوية وأن لا تراهن على موضوع الموارد الطبيعية موضوع الموارد الطبيعية هو موضوع يجب أن يأخذ وقته والجديد بالذكر أن أيضا لبنان قد تأخر كثيرا نحن نعرف اليوم أن معظم الدور المحيطة في لبنان أكانت إسرائيل، قبرص، مصر وحتى غزة قامت باكتشافات منذ عام 2010 نحن اليوم عام 2023 ونحن نبادر إلى حفر البئر الأول في البلوك رأم 9 بعد أن كنا قد حفرنا البئر الأول أيضا في البلوك رأم 4 ولم نوفق في إيجاد غاز فإذا يجب وضع الغاز في مساره الطبيعي في مسار الاستكشاف الطبيعي يجب عدم تضخيم الأمور مسار الاستكشاف يجب أن يأخذ مساره التقني والعلمي مما لا شك فيه أيضا أن بعد الحرب الأوكرانية الروسية أصبحت موارد الغاز في شرق المتوسط هي مرحب بها وأصبح الغاز خاصة الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية أن الغاز يجب أن يكون هو باب للاستقرار خاصة في شرق المتوسط في محاولة لكي يكون أحد البدائل المحتملة للغاز الروسي الذي كان يتضفق على القارة الأوروبية يعني مجرد اكتشاف النفط دكتور شيربل يعني أن هناك نفط يمكن استثماره والحصول على قروض هل تتوقع أن يحدث ذلك قريبا كيف يمكن بالفعل للاقتصاد اللبناني لوزارة الاقتصاد أيضا والطاقة أن تستفيد من مسألة الاكتشاف لتغيير أو بدء تغيير هذا الواقع تحقيق مكاسب حتى وإن كانت صغيرة كخطوات بداية على الأقل يعني أولا علينا أن ننتظر نتيجة الحفر مع العلم أن معظم الاكتشافات التي حققت هي حصلت جنوبي المتوسط ونحن نعلم أن البلوك رأم تسعة هو بلوك محازي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية وهو أيضا ومكان الحفر أو ما يعرف ببئر قانا أو بالبئر المحتمل قانا هو أيضا قريب إلى حق الكريش الإسرائيلي بما معنى أن احتمال وجود غاز في هذا الحقل هو احتمال كبير إنما لا يمكن التأكيد قبل إتمام الحفر ونحن نعلم أن الحفر البير الأول سيتم على عمق تقريب حوالي 4,350 متر يعني أنا شخصيا أفضل أن لا أستبق الأمور أما إذا كانت النتيجة إيجابية وأنا أتمنى أن تكون النتيجة إيجابية والجدير بالذكر أيضا أن التوتال من خلال استعداداتها البيدانية والتقنية ومن خلال المعدات التي استقدمتها يتبين أن مقارباتها في الحفر في البلوك رأم تسعة تختلف جزريا عن ما جرى في البلوك رأم أربعة مما يعني أن التوتال أصبحت متمكنة نوعا ما من دراسات الطبقات الترسوبية خاصة في جنوب المتوسط مع العلم أن هي أيضا حاضرة بقوة في كبروس وشركة إيجابية هي موجودة في مصر أما فيما خاص وزارة الاقتصاد اللبنانية يعني أنا شخصيا أفصل كليا بين أي مردود الموارد الطبيعية وبين الاقتصاد اللبناني مما لا شك فيه المردود المعنوي في حال أعلن بداية تشرين الثاني المقبل عن اكتشاف تجاري مما لا شك فيه أن هناك مردود معنوي وقد يشجع الأمور أن تكون نحو الأفضل إنما يعني لننس أيضا لبنان يعيش فراغ رئاسي طيب يعني تأثير هذه التحديات على هذا الملف تأثير الخلافات السياسية أيضا والتوترات الأمنية على مثل هذا الملف وهو أصلا يحتاج إلى سنوات يعني من غير المنطق أن تكون هناك شركات أجنبية تستثمر ملايين أو مليارات الدولارات في البحر ويكون هناك عدم انتظام إلى هذا الحد في البار البعض في بيروت يعتقد أن بداية إعلان عن نتيجة حفر البئر الأول ستكون حافز لدفع باتجاه تسوية سياسية تملأ الفراغ الرئاسي ومن بعده الفراغ الحكومي وتضع لبنان مجددا على سكة الانتظام المؤسسي هل تتفق مع ذلك؟ يعني علينا أن ننتظر علينا أن ننتظر أنا أميل إلى الاعتقاد أنه إذا تم الاكتشاف غاز بكميات تجارية في البئر الأول يعني الغاز أصبح حاجة إقليمية ودولية خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما يعني نحن نعلم أيضا أن للدول الإقليمية والدولية تأثير كبير على الطبقة السياسية اللبنانية يعني لبنان للأسف بلد منتقس السيادة شكرا لحظة أكمل أكمل فكرة أعتقد أن في حال وجد غاز هل موضوع هذا سيكون دافع لدفع نحو تسوية سياسية تخرج لبنان من أزمته أولا السياسية أما فيما خاصة الاقتصاد لابد من إنجاز إصلاحات بنيوية تكون هي باب الخلاص للاقتصاد اللبناني كنت أود أن أقول لك أن اقتربنا من انتهاء الوقت وهنا أشكرك مرة أخرى شيربل سكاف الأكاديمي والمختص في شؤون الطاقة كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك أستاذ شيربل شكرا جزيلا لك